الثاني من أكتوبر، يوم استثنائي في تاريخ القوات المسلحة اليمنية ففي مدينة مارب العاصمة الفعلية للسلطة الشرعية افتتح وزير الدفاع الفريق محمد علي المقدشي مقر قيادة العمليات المشتركة تأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهرين على صدور قرار رئاسي بتعيين اللواء صغير حمود عزيز قائدا للعمليات المشتركة للقوات المسلحة والعميد روكن محسن محمد الداعري مساعدا لقائد العمليات المشتركة خطوة تؤذن بنظر الكثير من المهتمين بشأن العسكري ببدء مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة التي تطال الجيش الوطني منذ تأسيسه قبل أربعة أعوام على خلفية العلاقة الموتورة بين هذا الجيش وقيادات التحالف السعودي الإماراتي مسنودين من قيادات عسكرية تابعة للجيش السابق والمرتبطة بالنهج السياسي لنظام صالح قبل ثلاثة أعوام صرح الفريق المقدشي بان توليه منصب رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش الوطني بأن محافظة تعز تعد قطاع مفصلا عن وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان وذلك في معرض رد مقتضب على سؤال لأحد المراسلين عن سبب خذلان جبهة تعز تصريح كشف في وقت مبكر عن التوجهات الحقيقية للتحالف والتي بنيت على المواقف التكتيكية من الحلفاء الميدانيين ومضت قدما في محاربة الحلفاء والمحاربة بهم في الآن ذاته خلال الثلاثة الأعوام الماضية تم تقسيم الجيش إلى ثلاثة قطاعة منفصلة عن بعضها البعض وتطور الأمر إلى تجريد وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان من صلاحيات التحكم بعمليات الإمداد والتموين في محاولة قصد منها تعزيز قبضة التحالف على المناطق العسكرية والجيش وإعادة توجيه جهدهم العسكري وفق الأولويات غير الواضحة لهذا التحالف خلال افتتاحه مقر قيادة العملية المشتركة أكد الفريق المقدشي الاهتمام بإعادة بناء مؤسسة الوطن الدفاعية وفق أسس علمية ووطنية صحيحة يكون ولاؤها للوطن وبما يضمن عدم تكرار أخطاء وسلبيات الماضي بين هذه الصطور معان ودلالات تكشف عن توجه يدعمه التحالف للاستحواذ على الجيش الوطني بعد إزاحات متوقعة لقياداته وتغيير في بناه بعد أن خاض هذا الجيش معركة الدفاع عن الدولة في مرحلة استثنائية من المواجهة مع الإنقلابيين العمليات المشتركة يراها المراقبون وصفة لتكرار الأخطاء التي حذر منها وزير الدفاع بما تعنيه من إعادة لتركز القوة حتى وإن ضمن ذلك استقرارا مرحليا للتحالف الطارئ بين المصالح المتعارضة لليمن مع كل من السعودية والإمارات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر